مشاهدين الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد السيد داود السعدي خبير أمني وعسكري سيد داود مساء الخير أهلا بك معنا من خلال متابعتكم لسير الأوضاع الأمنية في العراق وتحديدا في الموصل القديمة هل يمكن القول فعلا أن العد الأكسي قد بدأ لزوال ما يسمى بداعش في الموصل؟ نعم حقيقة اليوم هي المرحلة الأخيرة ربما من عملية تحرير مدينة الموصل المدينة القديمة التي كانت صورة البعض بأنها ستكون معركة صعبة جدا لكن أنا أعتقد بأنها ستكون المعركة الحاسمة هي مسألة ربما أيام قليلة وتنتهي المعارك في مدينة الموصل هذه المنطقة القديمة تمثل النهاية لتنظيم داعش بالتأكيد خاصة وأنها تضم جامع النوري الذي يمثل البعد المعنوي لعناصر التنظيم والمسلحين في هذا التنظيم اليوم بدأت العملية من ثلاثة محاور المحور الأول هو محور مكافحة الإرهاب والمحور الثاني هو المحور الذي تقوده الشرطة الاتحادية باتجاه المنطقة القديمة وصولا حتى جامع النوري والمحور الثالث هو الفرقة التاسعة التي تقوم بعمليات ربما تمشيط للمدينة القديمة من جانبها الغربي وبالتالي برغم صعوبة العمليات في هذه المنطقة كونها منطقة لا يمكن فيها استخدام العجلات المدرعة أو حتى العجلات الأخرى من نوع همر فقد قامت القوات العراقية اليوم باستخدام أسلوب جديد وهو حرب الشوارع برغم موجود القناصين وغلق الشوارع باتجاه جامع النوري يعني اليوم المعلومات التي لديناها تشير إلى وجود عدد كبير من القناصين لمسلحي تنظيم داعش تم نشرهم في أزقة هذه المدينة وصولا إلى جامع النوري وبالتالي المعركة اليوم كما قلت قبل قليل هي معركة حرب شوارع بين جهاز مكافحة الإرهاب وبعض المسلحين المتواجدين من تنظيم داعش برغم وجود عدد من المدنيين يعني اليوم المهمة الأصعب أمام القوات العراقية باعتقادي هي وجود عدد من المدنيين يستخدمهم تنظيم داعش كدروع بشرية اسمحني سيد داود في ظل حرب الشوارع لذكرته حضرتك بسبب ضيق المساحة وما إلى ذلك بحسب الأمم المتحدة فإنه ما يزال هناك داخل الموصل القديم نحو مئة ألف مدني محاصرين داخل هذه المنطقة مدى قابلية وقدرة القوات الأمنية العراقية على حصر وقوع أقل عدد ممكن من الضحايا في ظل هذه المعارك كما أسميتها حضرتك أسلوب حرب الشوارع يعني عدد المائة ألف بالتأكيد هو عدد كبير جدا مقارنة بالمساحة التي تمثلها المدينة القديمة وصولا حتى جامع النوري لكن قوات مكافحة الإرهاب هي قوة وإضافة للفرقة التاسعة هي قوات تدربت بشكل جيد على حرب الشوارع في بغداد والمعسكرات التي كانت تتدرب فيها لأكثر من ستة أشهر إلى سنة بعض هذه القوات ويتدربت على يد مستشارين من الجانب الأمريكية وبالتالي هذه القوات دربت بشكل دقيق جدا على ما يسمى بحقوق الإنسان وهي اليوم تسعى إلى أقل عدد من الخسائر بين المدنيين حرب الشوارع ربما تكون فيها الخسائر أقل من عمليات القصف التي قامت بها بعض القوات في مناطق أخرى من الموصل باتجاه وصولا إلى المنطقة القديمة أنا أعتقد بأن الخسائر لن تكون كبيرة بجانب المدنيين خاصة وأن القوات العراقية قد وجهت نداء لمسلحي داعش لتسليم أنفسهم خاصة وأنها قامت بتطويق هؤلاء المسلحين اليوم لا يوجد ممر آمن لأي مسلح وتحاول أيضا القوات العراقية حسب المعلومات التي لدينا بإيجاد خطوط آمنة لخروج بعض المدنيين خاصة وأن عناصر تنظيم داعش البعض منهم بدأ ينسحب إلى مركز المدينة القديمة والذي يعد هو النقطة الرئيسية التي يحاولون البقاء فيها لأطول فترة ممكنة والذي هو بالتأكيد جامع النوري برغم أن المعلومات تشير إلى أنهم قد قاموا فعلا بتفخيخ الممارات وصولا إلى هذه المنطقة إضافة إلى القيام بعملية تفخيخ للجامع بما يتعلق بتنظيم داعش إن اتجهنا غربا سيد داود إلى محافظة الأنبار ما أهمية انطلاق المعارك هناك نحن نتحدث عن راوى وعانا ومن ثم القائم والرطبة تزامنا مع نهاية حسم المعركة في مدينة الموصل للقضاء على كل تواجد داعش في العراق النقطة الرئيسية الموصل تمثل البعد المعنوي والسوقي والحسكري لتنظيم داعش وبالتالي تحرير الموصل على يد القوات العراقية هو النقطة الرئيسية أما بما يتعلق بما تبقى من محافظة الأنبار فهي عمليات تمشيد تقوم بها القوات العراقية هناك عدد قليل من المسلحين وأغلبهم يتواجدون في منطقة الجزيرة هم لا يشكلون تأثيرا كبيرا على هذه المناطق العمليات التي اليوم في عانا وراوى هي عمليات تحرير لهذه المناطق بشكل كامل وبالتالي القضاء على العناصر المتبقية من تنظيم داعش في هذه المناطق وربما أبعاد البعض منهم إلى منطقة الجزيرة وبالتالي القضاء عليهم من خلال استخدام الطائرات أو استخدام الرصد الجوي بشكل أو آخر أنا أعتقد بأن عمليات التي تتم اليوم في الأنبار هي عمليات نهائية لتنظيم داعش في هذه المنطقة وهي الخطوة الأخيرة لعملية تأمين الطريق الدولي ما بين بغداد وصولا إلى الحدود الأردنية ومن ثم إلى الحدود السورية وبالتالي ربط الطريق ما بين البصرة مرورا ببغداد إلى الأردن وسوريا تأمين هذا الطريق أعتقد بأنه في مراحله الأخيرة خاصة بعد الاتفاق مع شركات أجنبية للعمل على تأمين هذه الطرق وبالتالي عمليات عانى ورا وتشكل البعد الستراتيجي لعمليات التي تتم في الموصل شكرا جزيلا لك لكن النقطة الأهمة اليوم هي الوصول إلى جامع النوري شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من بغداد حدثنا السيد داود السعدي خبير أمني وعسكري شكرا لك